عايزة اقولك على حاجة فيه ناس كتير او كتير من جماهير النادي الاهلي ممكن قلت ده في الحلقة عندها سنة زعل ان هما كانوا حبين ان النتيجة تبقى يعني بالنسبة لهم الاهلي يجيب جون او غيره او احنا ايه نقصنا علشان نقدر ننافس اكتر مع بارن ميونيخ ده طبعا مع مدى يعني ان هما فخورين بالنادي الاهلي وبالاداء اللي حصل امبارح من اللعيبة قدام بارن ميونيخ عايزة اعرف بالنسبة لك انت الاول النتيجة كانت مردية انت راضي بالنتيجة وعايزة اعرف رأيك في ده في الناس او اللعيبة او الجماهير في سنة كده كنا عايزين نكسر بصي هقولك على حاجة مفيش حد في الدنيا بيحب انفريق ويخسر طبعا ابدا يعني حتى لو بيلاعب مش عارف ايه كلنا كنا قبل المباراة يعني نتمنى وسقف الطموحات عالي وان حنقدر نعمل واصلحنا لعبنا في السبعينات ولعبنا في التمانينات ولعبنا كذا وكذا وكذا دي اول مباراة رسمية مع فرقة من العيار التقيل الظروفنا واحنا بنلعبها ان هي في التوقيت ده احسن فرقة في العالم نتائج وقوة بتجمع بين عناصر كتيرة جدا جدا يعني الاربع خطوط بتوعهم احسن خطوط في العالم خط الهجوم خط النص المدافعين الجون يعني ما تقدريش تقولي احسن مين احسن من مين يعني فانت بتلعب فرقة تيلة جدا وحاجة من اللي هي الفرق العالية قوي النادي الاهلي على المستوى الافريقي الوضع في افريقيا غير اوروبا الدوريات الافريقية سواء في مصر او الدورات الافريقية او حتى في الخليج العربي مزايد دوريات برا في المانيا الدوري الالماني الشارس جدا القوي جدا اللي هي بايرن مكتسحة على طول خط تاريخ البونزليجا الدوري الانجليزي الدوري كذا فانتي يعني عايز اقولك ان انتي يعني انا كالعيب كورة واقعد او التمانيات اللي جوايا حاجة بس الواقع حاجة تانية والواقع حسناه من اول والناس وقف كده على الخط انا مش منتقد ولا بعمل ولا بقول حاجة بس انا كنت متخلل شناوي يعني مثلا املاق في مصر في الطول اتكلم عن الطول على الجسم يعني فاهمة اما واقف مع ناير فهم لسه مع الحكم حسنتي ناير اطول يعني انت فاهمت زي انا بنقول للشناوي ملوش حل عن يعني انا عايز اقول طبعا الشيء دي الاساس بس انا بتكلم على الاجسام وعلى السرعات وعلى القوة وعلى وعلى حاجات كتيرة جدا فرقات كبيرة لازم نعرف المباراة اللي دخلنا فيها تحسي ان النادي الاهلي طبعا عنده طموح ونفسيا بتجهز بس من جوا يا جماعة في حاجة بتقول انا هلعب كل لعيب انا هلعب فلان فلاني انا همسك فلان فلاني انا هلعب باير ميونيخ انا كذا انا كذا خايف من الخسارة التييلة محطوطة كده في كورنر جواه كل الكلام ده اما نزل الملعب لقيت ان فعلا الموضوع صعب يا جماعة من اول ديها اولا النادي الاهلي ما بيلعبش لعبه لعب النادي الاهلي انه بيلعب ضاغط على اي فرقة بس هنا انت لا يفعش تضغط اصلا يعني يبقى غلط بيلعب في الدوري المحلي وبيلعب حتى في دوري ابطال افريقيا ضاغط على اي فرقة سواء بر مصر او جوه مصر الضغط ده والاستحواز واوة الكلام ده لا النادي الاهلي ما بيلعبش كلام ده قدام باير ميونيخ النادي الاهلي ما امن الحتة الدفاعية الواجبات الفردية بالنسبة للعب كلها تتلخص في الدفاع وقفل الصغرات والقرب شوية لعبها تبقى قريبا بعضها عشان الامكانات الفردية بتاع الفرقة التانية في مقابل ان الفرقة التانية بتلعب لعبها الطبيعي بيضغط عليك من عند الجن بتاعك انت مش مديك فرصة من اول دقيقة وده بان على فكرة صار من اول كرة في المطش كرة سطرت باير ميونيخ رجعها الواحد لعبها طويلة عشان كل الفرقة ضغطة وبتدت المأساة الضغط الجامد في كل حتة في الملعب وبعدين مش ضغط المجرد هاجمة او اتنين ويرياحه شوية لا واربعات كل دقيقة مش مديهم فرصة للنادي الاهلي ان هو يعني يعني يكون عنده فرصة بس هي هي دي طريقة لعب بارن مينخ على طول حتى مع باريس سنجر ما في نهاي الشامبيونز ليج انت مش تعود على كده اشتركوا في القناة